السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرار رسميا من الكاف والفيفا طبعا هذا القرار يخص بكاري قسامة بكاري قسامة اليوم كان في مباراة ليبي الترابلسي وجنوب افريقيا وكالعادة هو مرتشي وهذا شيء طبيعي وتعودنا على الوضع انه كان متحايد جدا لجنوب افريقيا حيث انه حرم الفريق الليبي من ضربتين جزاء هذا بالنسبة لهو بكاري قسامة قبل ما نبدأ في بقية هذا تفاصيل الاخبار اتمنى من اخواني اخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة اتمنى تشرفوني بلايك واشتراكاتكم اخواني واخواتي بكاري قسامة عينا اليوم بهذه المباراة ليبيا وجنوب افريقيا وتحيز كالعادلة جنوب افريقيا وحرم ضربتين جزاء للفريق الليبي وكانت هذه المباراة طبعا لصالح جنوب افريقيا المباراة الثانية الضحية الجديدة سوف تكون الاهلي الاهلي والمغربي طبعا لكل دولة هذه عربي وهذا عربي نحن تمنى التوفيق للفريقين وتمنى العدل فقط في المباراة ولكن بكاري قسامة كما تعودنا انه لا يحكم بالعدل سوف يكون هو حكم المباراة بين الاهلي والوداد المغربي طبعا الروح الرياضية نتمنى التوفيق للفريقين ولكن نتمنى ان يكون تحكيم عادل بالنسبة لمحمد ابو تريكا اليوم وجه رسالة للنادي الاهلي قال مبروك للنادي الاهلي الوصول للنهائي وحض أوفل الفريق وفاق الصيف أحيان الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذات وأتمنى من مجلس إدارة النادي الاهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف وآسف على ظهور رأيي علنا ولكن لم أجد وسيلة ثانية بالتوفيق لنادينا الحبيب هذا تعليق ابو تريكا على صفحته الرسمية طبعا فساد في الكاف نعم فساد واضح جدا لا تعيين هذا المرتشي حكم لغاية هذا الوقت هذا هو الفساد بعينه طبعا فساد في الكافة وقسامة هذا ما يدل على مؤامرة واضحة جدا نتمنى القضاء على هذه المؤامرة والقضاء على الفساد الموجود في الكاف والفيفا هذه بالنسبة لأخبار اليوم حيث أن بكرة قسامة سوف يكون أيضا حكم في مباراة الأهلي والوهداد المغربي كما تعودنا هل هو استفزاز للشعب الجزائري بتعيين هذا الحكم المرتشي لهذه المباريات الله أعلم أنتظر أراءكم وتعليقاتكم آخر الفيديو أخواني وأخواته لا تنسون اللايك والاشتراك وبحبكم جميعا 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 ونتمنى وسنبقى عندنا أمل إن شاء الله بإعادة مباراة الجزائر أو تأهلها بإذن الله وفي الحالتين الجزائر سوف تبقى فوق حتى لو أقصيت العالم العربي كل تكلم عن هذا الإقصاء وهذا بحد ذاته نصر لنا من غير إعادة ولا تأهل لا تنسوا الوضع اللايك والاشتراك أخواني وأخواتي وانتظروني فيديوهات جديدة